وارد جدا جدا حد يقولك وانت مين يعني عشان تسأل ايه هي الاهداف اللي اتحطت لإدارات الكرة في مصر وتحاسب المسؤولين عن تحقيق الاهداف دي من عدمه دي حاجة ما ترجعليش دي حاجة في النهاية ترجع للجمعية العمومية هي اللي بتقيم وهي اللي بتختار وهي اللي بتنتخبه في النهاية بيجي الاشخاص دول عشان يكونوا فيه ومعنديش مانع يعني انا شخصان معنديش مانع انه يبقى فيه مجملات يبقى فيه محسوبيات يبقى فيه مصالح مشتركة يبقى فيه مصالح متبدلة يبقى فيه وجهة اجتماعية معنديش معنديش مانع في ده خالص لكن لما يكون يكون القائمين على إدارة الكرة في مصر مسؤولين مسؤولية مباشرة مش بس عن عدم تحقيق الاهداف لكن كمان عن الحق الآزة والحق الضرر بالأنديا المصرية وبسمعة الكرة المصرية هنا لازم يكون فيه وقفة هنا لازم شغلانتنا بتحتم علينا نسأل ثلاث اسئلة مهمة جدا احنا ما بيجينا الخبر لازم نسوف ايه الاسئلة المناسبة اللي تسأل فيه أو يعني تتماشى مع سياق الخبر ده هنا لازم اسأل مين المسؤول عن الإدارة فعليا سيبكم من المسميات وسبكم من المسمى الوظيفة يعني سيبكم التايتل موجود في الاتحاد رئيس نائب أمين مدير تنفيذي انا بسأل مين المسؤول عن إدارة الكرة في مصر بشكل واضح وصريح ومباشر وكيف تدار الأمور داخل اتحاد الكرة ده سؤال تاني فيه منتع الأهمية وما هي عواقب الإغفاقات والمشكلات التي تسبب فيها المسؤولين والقائمين على الكرة في مصر وهنا أنا بتكلم بقى كنادي أهلي هنا أنا بتكلم على ضرر وقع على النادي الأهلي نتيجة تقصير واضح وصريح وعدم التزام من قائمين على إدارة الكرة في مصر في مشاركة الأهلي مثلا في كاس العالم الأندية هنا ممكن أتكلم على تصريحات من كان يتولى المسؤولية من كان يدير ملف الكرة في مصر ويكلم وأعلن صراحة أنه الأهلي سيشارك في كاس العالم بكامل نجومه ولعبيه وهذا ما لم يحدث مين المسؤول عن إخفاء الجواب الخاص باستضافة مباراة نهائي دوري الأبطال نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي بالمناسبة يعني لم يتم الإعلان عن أي إجراء تم كان لفت نظر كان آقالة كان خصم كان غرامة يعني أي إجراء يتناسب مع حجم الضرر وهنا أنا بلوم النادي الأهلي يعني هذه القصة بقى اللي أنا بقول إنه ده خطأ الأهلي الفادح تعالوا نشوف مع بعض عدد الأندية المصرية اللي حققت لقب دوري أبطال أفريقيا على مدار التاريخ بدأها الإسماعيلي بنسخة واحدة ببطولة واحدة سنة 69 يعني من أكتر من نص قرن معانا الزمالك خمس بطولات منهم اتنين أو تلاتة مش متذكر شارك في بطولة دوري الأبطال أو بطولة أبطال الدوري المسمى القديم بدلا من الأهلي لأنه أهلي كان مشهول أو قرر أنه يخد منافسات أبطال الكؤوس في فترة من الفترات والنادي الأهلي وبالمناسبة آخر نسخة خدها الزمالك 2002 تقريبا يعني نكلم من 20 سنة خطأ الأهلي الفادح أنه عود الناس في مصر مش بس الأهلوية عود جمهور الكرة في مصر أنه العادي جدا أنه الأهلي يكسب بطولة أفريقيا وأنه الفريق لما يكون بنكلم على آخر 6 نسخ مثلا يكون وصل لـ 5 نهائي جديد هذا شيء عادي جدا في حين أن البطولة دي البطولة الأخيرة دي اللي اغسرها الأهلي في ملعب الوداد بمشاركة طبعا الاتحاد الأفريقي وفي صمت رهيب من الاتحاد المصري البطولة دي لو كانت الأولى يعني لو تخلنا أنه مصر ما فيش نادي فيها حق بطولة دوري أبطال أفريقيا في أي مناسبة قبل كده وديك هتكون البطولة الأولى في تاريخ أي نادي مصري بالتأكيد وأنا مغمض ما كانتش هيتم التعامل مع الملف بنفس الشكل إيس على كده الجزيري جد طبعا الحادثة لحياتكم متابعينها أو الواقع لحياتكم وأنا لا يعنيني الجزيري ولا يعنيني نادي الزمالك وأنا أعتقد وبعيدا عن فكرة بقى هيهبط هيتخصم منه هيتشير منه لقب القصة دي لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد لكن يعنيني أكتر إزاي تعامل اتحاد مفترض أنه مسؤول عن إدارة الكرة في مصر في هذه الأزمة مين المسؤول وكيف تدار الأمور